اهلا بكم بناتي وابنائي طلبة وطالبات الشهادة الادادية ابنائي وبناتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ان شاء الله النهاردة تسرعة كده هاخد فكرة عامة عن الهندسة التحليلية عن الجزئية بتاعة الشكل الرباعي ازاي اثبت الشكل الرباعي اما ان يكون شكل رباعي فتبقى فيه نمر واحد كده اثبت ان الشكل رباعي الشكل رباعي يعني ايه بقى الشكل رباعي يعني يكون فيه تلت نقط فيه النقط اللي ارباع اللي هما يدهم لي ليست على استقامة واحدة يعني لو هبص كده الى النقاط مثلا اتنين واثنين دي نقطة ألف النقطة به مثلا اتنين واثنين النقطة التانية اهو لو انا حطيت كده هذي النقط قدامي انا جاهزتها لكم عشان ما نضيعش وقت النقط بتاعتي اتنين واثنين او تعالوا نبصي كده النقطة التانية سالب اتنين واثنين النقطة التالتة دي نقطة به النقطة التالتة نقطة جيم لها الاحداثيات اتنين وسالب اتنين النقطة التالتة او الرابعة سالب اتنين وسالب اتنين ادي قلب به جيم ده دول اربع نقاط اولا عايز اسبت ان الشكل شكل رباعي يبقى معنى كده انه الشكل ربعي يعني تكون من اربع اضلاع يعني لكن هما فيه تلات نقط منهم ليست على استقامة واحدة فهجيب الميل بتاع الف به مثلا وهقول له الميل بتاع المستقيم فرق الصلاة على فرق السينات عادة لما باخد الفه به بسمي فيهم واحد سين واحد صاد واحد سين اتنين صاد اتنين وابتدى اشتغل بقى فرق الصادات يعني اتنين نقص اتنين يعني هديني هنا صفر وهنا اتسالب اتنين وسالب اتنين بقى سالب اربعة على الاموم يبقى ناتج الديني صفر الميل بتاعي هنا بصفر معنى كده ان ده بيوازي محور السينات حتى لو انا مسلتهم على المحاول الدكراتية هبصة لقي ان النقطة هتبقى عاملة كده فده هبصة لقي ده يوازي ده وطبعا عارف ميل السينات يساوي صفر ايضا لو انا بقى جيت خط الخط ده او المستقيم اللي يحمل هذه القطعة فانا هاخد النقطة الف مثلا والنقطة جين يبقى انا هشوف الف وجين فتبقى دي سين اتنين صاد اتنين اهي فانا لو قلت صاد اتنين لا الصاد واحد فتديني فوق سالب اربعة هنا قيمة غير معينة لانه المقام بتاع هيبقى بصفر فرق الصادات هيساوي صفر وعلى ذلك مش هيطلع هنا بصفر هيبقى قيمة غير معرفة معنى كده ان الميل بتاع الف ده لا يساوي الف جيم يبقى معنى كده ان فيه ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة فيكون الشكل ده شكل رباعي طيب ادي اول مطلوب تاني ممكن يقول لي ايه اثبت ان الشكل رباعي ده متوازي اضلاع نفس الكلام ده بس السؤال مش يقول لي اثبت ان الشكل رباعي لا يقول لي اثبت ان هو متوازي اضلاع عشان اذا كان متوازي اضلاع يبقى انا ممكن استخدم حاجات كتير قوي اما اني ممكن استخدم الميل ممكن استخدم البعد بين نقطتين لان متوازي اضلاع فيه كل دلعين متقابلين متسويين في الطول وممكن اقول كل دلعين متقابلين متوازيين فلاقي ميل الف به قد ميل جيم دال وميل الف جيم قد ميل لو انا شفت النقط كده على استقامة اهو تعال اشوف كده عايز يثبت انه الف به جيم دال يثبت ان ده متوازي اضلاع حاضر يبقى انا ممكن اجيب الميل بتاع الف به وميل دال جيم حالا ايه قد بعض ميل الف دال قد ميل به جيم حالا ايه قد بعض معنى كده ان كل دلعين متقابلين متوازيين فيبقى الشكل اثبته انه متوازي اضلاع تعالنا بقى نشوف السؤال لهو بيقول لي اثبت ان النقط دي طبعا كله انا شغالها لوحد عشان ارجعلك بسرعة انا ممكن استخدم ده ازاي انا ممكن كمان في متوازي الاضلاع انا عارف انه في متوازي الاضلاع لو انا رسمت كده متوازي الاضلاع كده بشكل كروكي كده الا ان القطران ينصف كله من هما الاخر فانا ممكن اجيب نقطة التنصيف بين النقطتين يعني انا لو هنا عندي الف لها الاحداثيات اتنين واثنين وعندي هنا سالب اتنين وسالب اتنين اجي اجيب البعد بين النقطتين وهجيب المسافة اللي بينهم او نقطة التنصيف اللي هو لو انا هكتب ممكن الاقي ايه نقطة ميم فاجيب الاقي احداثياتي نقطة ميم اللي بين الف وجيم هي نفس احداثياتي نقطة ميم اللي بين دال او به ودال الاقي نفسي هي النقطة منطبقة على بعضها طيب يبقى انا كده اثبت ان الشكل المتوازي اضلاع باحدة الطرق إما إن أنا حسبت إن كل دلعين متقابلين متوازيين يعني معنى كده إن ميل ألف به أو ميل كل دلعين متقابلين متوازيين يبقى ميل ألف دال قد ميل به جيم وميل ألف به قد ميل دال جيم إثبتهم إن دول قد بعض الميلين فهتستنتج إن كل دلعين متقابلين متوازيين فيكون الشكل متوازي أضلع تعالى قولنا الطريقة التانية تعالى بص كده معايا هذه الطريقة التانية هلاقي ان لو انا جبت القطر ده والقطر ده وصلتهم كده وهجيب نقطة التنصيب بتاعتي النقطة بتاعت اللي بتنصف دول اذا تلعت النقطة اللي بتنصف الف جيم هي هي النقطة اللي بتنصف به دال وده هجيبها منين هجيبها من العلاقة اللي احنا عارفينها اللي هي نقطة المنتصف ميم ونقطة المنتصف ميم الاحداثياتها سين وصاد بجيبها بالقانون بتاعي اللي هو بعمل كده هو قادي سين وصد وهقوله سين واحد زائد سين اثنين على اثنين وصد واحد زائد صد اثنين على اثنين كده هجيب احداثي نقطة نين منين من النقطتين اللي هما اثنين واثنين وسالب اثنين وسالب اثنين يبقى انا عندي اثنين واثنين والنقطة اللي هي الف وجين بقى اللي هي احداثياتها سالب اتنين وسالب اتنين وتعالى نعوض كده عن الجملة اللي انا خدتها فوق دي يبقى قادي هنا سين واحد صد واحد وقادي سين اتنين صد اتنين يعني النقطة ميم الاحداثياتها سين وصد هتطلع لي هاي ساوي سين واحد زائد سين اتنين المجموع بتاعهم هنا قادي اتنين زائد سين اتنين على اتنين يبقى صفر طيب تعالى بقى خد صد برضو هلاقيها صد اتنين وصد واحد برضو يطلع لي صفر فتبقى النقطة صفر وصفر هي احداثي نقطة المنتصف بالنسبة الاتنين ومتطابقة يبقى النقطة اللي انا هقدر اجيب بها اوعين بها هيبقى المحاور بتاعتي عاملة كده وهتبقى نقطة الاصل موجودة في المنتصف يبقى انا قدرت اثبت ان هذا الشكل هو متوازي اضلع ايضا استطيع اثبت على نفس النقاط كده يقول لي السؤال ما هو السؤال هيبقى احد الاسئلة زي ما قلنا يا اثبت نجاك الرباعي اثبت انه متوازي اضلع طب الان يقول لي اثبت ان الشكل مستطيل اثبات او لاثبات ان الشكل مستطيل تعمل ايه طبعا انا مش بقول مسألة بعينها ده انا بقول في اي مسألة تعمل ايه انا عارف ان المستطيل هو متوازي تعريف المستطيل هو بص كده بقى التعريفات دي كلها هو متوازي اضلع الله يبقى انا اثبت انه متوازي ايه اضلاع بالطريقة اللي احنا قلناها على كده طب وايه تاني و ممكن اقول ازود عليه بقى احدى زواياه قائمة احدى زواياه قائمة طب اعرف منين بقى احدى زواياه قائمة قال لي اه ما انتم اثبتت ان المتوازن اضلاع لقيت النقطة بتاعت تنطبق على بعضها هتبقى ميل الف بي وهت ميل به جي مدربهم في بعض يديني سلب واحد حتى تعال اشوف لو انا هجيب ميل الف بي الميل بتاع المستقيم الميل الف بي وهجيب الميل بتاع ادي ميم واحد و ادي ميم اتنين اللي انا هقول عليه مستطيق اللي هو بهجيم اللي هو بهجيم لما هجي اضربهم في بعض هبصة لقي ان حاصل ضربهم هيساوي سالب واحد معنى كده ان المستقيمان دول متعمدان يعني احدى زواياه قائمة طيب انا ممكن اجيب بقى اثبت ان الشكل مستطيل بشكل مباشر على طول منين قال لي المستطيل هو شكل رباعي اهو هو شكل رباعي وفي ميزة حلوة قوي تريحني خالص ان القطران مش بينصف كل من النوقع اخر بس يعني احنا اثبتنا ان نقطة المتصف متطابق لا دا الكطران متساويان في الطول الله متساويان في الطول طب وكلمة متساويان في الطول دي انا هزبتها منين قال لي من من طول القطع المستقيمة او البعد بين نقطتين يبقى انا دلوقتي هجيب البعد بين نقطة الف ونقطة جيم والبعد بين نقطة اه به ونقطة دال هلاقي ان المسافتين قد بعض بالقانون اللي احنا قلنا عليه اللي هو البعد بين نقطتين اه يجي اقول لي بقى الجزر التربيعي لسين واحد زائد سين اتنين اهو الكل قص اتنين وبعدين سين صاد واحد زائد صاد اتنين الكل قص اتنين ده البعد بين النقطتين طبعا الكل تربيع اجيب البعد بين النقطتين هلاقي ان طول الف جيم قد طول بين دال يبقى نسبت من البعد بين النقطتين ان طول القطر حيساوي طول القطر اللي ih ook هنسميه هنا بقى به بهدال طول القطر اللي هو بهدال كده هثبت ان الشكل مستطيل طب ممكن يقولي اثبت ان الشكل ده معين خلي بالك انا اثبت ان هو شكل رباعي او اثبت ان هو متوازي اضلاع او اثبت ان هو مستطيل شوف انا بقى طيب حسبت عايز بيقول لي كده هو هو نفس النقط هو بيقول لي اثبت ان الشكل معين اثبت اثبت ان الشكل الذي رؤوسه الف لها الاحداثيات احنا قلنا اثنين واثنين بي لها الاحداثيات اثنين وسالب اثنين جيم لها الاحداثيات سالب اثنين وسالب اثنين بال لها الاحداثيات سالب اثنين واثنين عايز تثبت ان هذا الشكل الرزوزي ده هو معين اه هنا بقى المعين لازم افتكر خواص المعين اللي انا هشتغل بيها بص بقى اما انت اثبت ان هذا الشكل متوازي ادلع باجاد نقطة المنتصف زي ما اتفقنا قبل كده انا مش عايز اعيد تاني ان انا جبت نقطة المنتصف او البعد بين النقطة الف ونقطة جيم ونقطة بيه ونقطة دل لقيت نقطة المنتصف هي الميم متطبقة من معلتني معنى كده ان الشكل متوازي اضلع طب نطور بقى الشكل فيكون القطران متعامدين واحنا نلاحظ اهو القطران متعامدين واحنا على فكرة اثبتنا ده هنا دلوقتي لما لقيت انه الف دال لقيته بيوازي محور السينات ولقيت انه الف به بيوازي محور الصدات وانا عارف ان السينات والصدات دول متعامدين يبقى معنى كده ان القطران متعامدين من اجيبت بقى الميل القطران متعامدين فكده اثبتت ان الشكل معين طيب طريقة اخرى الاثبات ان الشكل معين اه انا عندي المعين في حاجة جميلة تريحنا خالص ايه انه جميع اضلعهم متساوية في الطول بص كده بقى يعني انا هجيب البقد بين النقطتين بقانون واحد البقد بين النقطتين اللي انا هشتغل فيها قانون واحد ادي الف به جيم دال هذا الشكل كده عشان يبقى معين ادي الف به جيم دال لو لقيت ان الف به قدي به جيم قدي جيم دال قدي دال من قانون البعد اللي هو الجازر التربيع مربع فرق السنات زائد مربع فرق الصادات انا عندي اللي هو الجازر التربيعي اللي هو مربع فرق السنات سين واحد نقص سين اتنين زائد دابعا لكل تربيع صاد واحد نقص صاد اتنين لكل تربيع جبت قانون البعد هلاقي ان الف به قدي به جيم قدي جيم دال دالالف اللي اربع قدي بعد يبقى الشكل معين يبقى مجموعة طرق كتير اقدر ان انا اثبت منها ان الشكل معين نهاية الكلام يقول لي اثبت ان الشكل ده مربع وده بقى اللي محتاج ان انا اثبت فيه حاجات كتير لانه المربع من اول ما يكون متوازي اضلاع من اول ما يقول لي كده ده واحد اثنين تلاتة اربعة ومديني الرؤوس بتاعتها ويقول لي ده طبعا مايل لكن الرؤوس بتاعت اللي انا فاكر وانا بلسمها على المحاور طلعا لي كده متعمدة وقادي هنا النقط اللي هو كان من الدهالي اللي هو الف لها الاحداثيات كام الف لها اللي احنا اكتب بقى باللون الثاني كده عشان يبان شكل اللي هو اثبتنا هو مربع الف لها الاحداثيات اثنين واثنين باثنين وسالب اثنين دال او هنا ايه دال اللي لها الاحداثيات سالب اثنين واثنين وبعدين جيم لها الاحداثيات سالب اثنين وسالب اثنين كده الشكل اثبت ان ده مربع طيب المربع انا اثبت ان هو من الاول خالص ساعة ما قلتلك اهو كله مؤتمد على حاجة واحدة ان انا اسبكت في البداية ان هو متوازي ايه اضلاع منين لقيت نقطة التقطع واحدة او ان انا لقيت ميل الاف به قد ميل جيم ديل ولقيت ميل الاف ديل قد ميل به جيم معنى كده ان الشكل متوازي اضلاع طيب عشان يبقى مربع اه افتكر بقى ايه هو تعريف متوازي الاضلاع قال لي هو متوازي ده تعريف المربع بقى اهو المربع هو متوازي اضلاع وبعدين قال لي هاخد منه حاجة من المستطيل وحاجة من المعين يعني هقول متوازي اضلاع اما اقول احدى زواياه قوائم احدى زواياه قوائم فيبقى مستطيل قال لي والقطران مثلا متعملين يعني واحدة متعامدين واحدة من المستطيل وواحدة من المعين هقدر اثبت المعين هقدر اثبت ان هذا الشكل اللي قدامي هو شكل مربع ممكن اثبت ازاي من خلال الاقتار اقول له اه انا لقيت القطر ده قد القطر ده ولقيت ان احداثي نقط الميم واحدة يبقى انا لقيت نقطة المنتصف بالنسبة لألف جيم هي هي نقطة المنتصف بالنسبة لبيهدال فيبقى متوازي اضلاع وبعين لقيت ايه لقيت القطرون متعمدين فيبقى معين وبعين لقيت القطرون متسبين في الطول معنى كده ان الشكل هو شكل ايه مربع بهذه الطريقة احل المسألة يعني انت لو بصيت كده ومست الحلقة واحدة واحدة كده هتلاقي نفسك ايه ممكن تحل المسألة ببساطة بالخطوات اللي احنا قلناها خلاص انا طبعا بصيت على اه فكرة المعين عايز اه تخلي بالك بقى من اه الكتاب انا بصه بقى النهاردة انا امسك الكتاب معايا وانا عايزك النهاردة تمسك كل النمازج اللي موجودة ما تسيبهاش اللي محلولة بقى اللي معاه مذكرات ولا لا لا انت خلاص بقى خلي ده كده على جنب وتعالى امسك فيه الكتاب بتاعنا وفيه عندي شوية اسئلة مهمة ما تهملهاش عشان هيقول لي مثلا حدد نوع المثلث بالنسبة لاضلاع يعني بيقول لي كده اهو من ضمن الاسئلة اللي بتتسيقل هنا على البعد بين نقطتين يقول لي حدد اهو حدد نوع المثلث بالنسبة لاضلاع اه ليه ايه بالنسبة لاضلاع دي قال لي اصلنا تقسيمات المثلث بالنسبة لاضلاع اما انه يكون مختلف الاضلاع يعني في الصورة العامة بقول عليه كده ده في الصورة العامة يعني يقول لي اثبت ان الشكل مسلس وخلاص طب اثبته ازاي بقى اذا كان الشكل اه اثبت شكل مختلف الاضلاع اثبت ان الشكل مسلس وخلاص ازاي الاقي ان هناك فيه السلاس نقط ليست على استقامة واحدة السلاس نقاط ليست على استقامة واحدة خلي بالك بقى يبقى انا هجيب اطوال القطع المستقيمة اللي هو من الدهالي بتاع المثلث واحد اثنين ثلاثة جبت التلات اطوال الاقيهم مختلفة يبقى الاطوال مختلفة الحاجة التانية او ممكن اجيب الميل ادي هنا مثلا الف هنا به هنا جيم ادي الف به جيم لقيت الميل هنا غير الميل هنا طبعا هيبقى الاميال ميل ده غير الميل ده معنى كده ان دول مش على استقامة واحدة ومدام مش على استقامة واحدة يبقى الشكل ايه مسلس طيب الحاجة التانية انه يكون متساوي الساقين الله متساوي الساقين يعني ايه متساوي الساقين البعد بين الرأس الى القاعدة الى طرفي القاعدة يكون البعد ده البعد ده ادي احدى الطرق ان انا حمسك ادي الف به جيم وحجيب البعد بنالفه به البعد بنالفه جيم اذا لقيت البعدين متساويين يبقى متساوي الساقين ما ليش يضعه بالتالت بق اللي هو القاعد او يقول لي اثبت ان المسلس ده متساوي الاضلع الله خلي بالك الخريطة دي مهمة جدا متساوي الاضلع يعني الدلع ده قد الدلع ده قد الدلع ده فهجيب اطوال الاف بجيم اجيب اطوال القطع المستقيمة حلاقي بقى المراضي التلاتة قد بعض يبقى ده مسلس متساوي الاضلع مسلس متساوي السقين مسلس مختلف الاضلع ده كله موجود في الكتاب بتاع المدرسة أنا طبعا ومديني مجموعة نقاط أنا هطبق عليهم يا دوبك كل أنواع المسلس كل أنواع المسائل هو بالشكل ده يبقى احنا كل فكرة الهدى استحليه احنا دلوقتي ما اعتقدش ان احنا يعني سبنا حاجة سواء الحلقة دي او الحلقة اللي فاتت الحمد لله كان المراجعة بتاعتنا ما سبناش اي نقطة موجودة لكن انا بس هأكد على ايجاد طبعا انا عايزك تشوف لما يديني مستقيم وعايز الميل يعني يقول لي مثلا ايه اتنين سين زائد تلاتة صد تساوي خمسة بيقول لي عين الميل انا عايز الميل وعايز الجزء المقطوع الجزء المقطوع من الصدد من محور الصدد لحظة النهاردة انا بشتغل اسئلة عامة تنفع لجميع الاسئلة اللي احنا شغالين فيها انا عندي او هيجيلي واشتغل فيه نفس الخطوات كل ما هي غير بس شكل المعادلة فانا عندي المعادلة اتنين سين زائد تلاتة صدد تساوي خمسة اخلي الصدد في طرف وان ده كله الناحية التانية يبقى تلاتة صدد حتساوي خلي بالك بقى خمسة ناقص اتنين سين طب عايز اخلص من التلاتة طبعا بالاسم على تلاتة للطرفين طبعا ابنائي المعادلات دي من سنة اولى اعدادي عارفنا دي خمسة على تلاتة ودي اتنين على تلاتة يبقى معنى كده حصل تقول المعادلة في الاخر الى ان صدد تساوي بصوا كده خمسة على تلاتة ناقص اتنين على تلاتة سين اللي يهمني في الكلام ده بقى شكل المعادلة دي المعادلة في الصورة العامة شكلها ايه عشان اقارن فهيبقى شكلها كده انه صد خلي بقى لك بقى صد بروقان كده تساوي ميم يعني الميل سين زائد جيم اللي هو جزء المقطوع لحظوا بقى المعادلة دي انا حطها كده اهو 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 هخليها كده عشان تبين الصاد بتساوي ميم سين زائد جيم انا هعمل عملية مقارنة بين المعادلة اللي عندك وبين الصورة العامة اه هنا ميم سين يعني الميل هو معامل سين يبقى الميل هلا بيساوي كام اه يبقى الميل يساوي سالب اتنين على تلاتة الميل سالب اهو طيب هو هنا بيقول لي عايز الجزء المقطوع مع محور الصادات النقطة هنا كده الجزء المقطوع اللي هو جيم بيساوي كام بيساوي خمسة على تلاتة معنى كده ان انا ممكن ارسم هذا الكلام بالنسبة للمحاول واقدر اعين نقطة من ضمن النقطة اللي هي خمسة على تلاتة يعني اتنين او واحد وتلتين اللي هي مثلا النقطة دي يبقى المستقيم والميل اصله سالب فهيبقى نازل اه بعمل زي ومفارجة مع محور السينات يبقى انا رسمت شكل المستطيل انه في الميل ان كل اتنين بيقابلوا تلاتة في محور السينات شفتوا بناتي وابنائي ادرت ان انا اخرج من فكرة التحليلية اللي انا 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 طبعا عشان اسمعكوا كده بناتي وابنائي هنا فكرة ان انا هستخدم النقط بتاعتي في اثبات القطء المسلس ان هو مسلس او ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة عشان يبقى رؤوس لمسلس او اثبت ان الشكل رباعي شكل متوازي اضلاع شكل مستطيل شكل مربع شكل معين كل هذه الاسئلة هي فقط ما نسأل فيه ان شاء الله في الامتحان لكن اخر حاجة اعتقد ان الوقت هيداهمنا لكن انا اخر حاجة عايزة اقولك انه هو يقولي المستقيم المار بنقطة مستقيم خلي بالك عندي معادلة مستقيم مار بالنقطة طين اللي هي كم و كم مثلا اتنين و اتنين و سفر و سفر بيقولي اثبت انه المستقيم ده هاتلي المستقيم هاتلي المعادلة بتاعتها طيب لو انا خدت اللي هنا هقدر اجيب الميل يعني انا هطلع الميل حيساوي فرق الصدات على فرق السنات يعني اتنين على سفر ساو سفر هاتلي واضح انه الشكل كده ادي النقطتين و ادي النقطة اتنين و كم اتنين و كم هنا اتنين و تلاتة ادي اتنين و طلع تلاتة وبعدين النقطة سفر و سفر هوا المستقيم هوا يبقى شكله كده المستقيم مار بنقطتين دول هو بيقولي اثبت انه هو يوازي مستقيم اخر قبل ما نكتب الميل سالب واحد و اربعة و واحد و سبعة هنا هلاقي هنا الميل بتاع هنا واحد ناقص واحد هلاقيه كده اهو اهو هعمل برضو هنا الميل فرق الصدات على فرق السنات اهو سبعة ناقص اربعة فرق الصدات يعني ساوي تلاتة واحد ناقص واحد يعني على اتنين فيبقى تلاتة على اتنين ايضا اللي هو ميل اهو تلاتة على اتنين برضو اللي هو ميل واحد وقادي ميل اتنين فبما قالنا ميل واحد يساوي ميل اتنين اذا المستقيمان متوازين هنا طبعا باستخدام المحاور بتاعتي تذكر حاجة مهمة جدا انه امتى يكون المستقيمين بتوعي المستقيمين متعمدين اذا مثلا يقول لي ايه ان المستقيم ميلو يساوي سفر ده معنان يوازي ايه مستقيم ميلو غير معروف اللي هو العمودي ولاحظوا ان العمودي الميلو غير معروف ليه اصلا هو مش ميل يعني ده هو عمودي عليه عشان كده بقول ميلو غير معروف لكن ميل محور السنات هو بساوي سفر يبقى ادي الفرق بين الميل والميل العمودي على المستقيم بتاعي اللي موجود لو انا لو انا بناتي وابنائي فتحت بعض النمازج في الإكمال بتاعتي بالنسبة له الهندسة وإن شاء الله أنا مش حلاقي أنا الحمد لله كده غطيت كل التحليلية الحمد لله وأعتقد أنها ما سيبتش نقطة إلا ما حلناها برضو عايزت تخش إلى القناة وتكتب في جوجل كده رياضيات صف سلسل إعدادي قناة النيلة التعليمية أو قناة مصر التعليمية ملايتي وأبنائي كان معكم عادل عبد الموجود فانتظروني إن شاء الله في حلقة قادمة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته